السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعظم الله أجوركم وتفضلي أختي واضح كلامك مشكور رحياكم الله أم حسن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يبارك فيكم تشتغل على طريق مهران؟ بالسبوع أربع طلعات؟ بالشهر أربع طلعات بالشهر أربع طلعات لا بالسبوع بالشهر سيدنا بالشهر بالشهر أربع طلعات على مستقيم وعلم الصلاة الله يبارك فيك سيدنا سيد محمد الله يبارك فيك قطع التصالة رح أجاوبا الأخة أم حسن تقول أنا أيضا مطلوبة صوم أخواني اليوم إحنا مسألتها كلها صوم ومطلوبة صوم وبزغر ما صايمة وشنو اللي أسوي هذا سؤال الساخن يعني السؤال الساخن هو هذا يا أم حسن اللي عليه صوم واجب سؤال هذا أسألكم أنتم المشاهدين جميعا اللي عليه صوم واجب قبل ما أسأل هذا السؤال اسمعوا سؤالي الثاني اللي عليه دين لواحد واحد يطلبني مئة ألف دينار يطلبني مئة ألف دينار هل يصح جاء أسألكم لكم يعني كل المشاهدين أنا مطلوب مئة ألف دينار لواحد هل يصح أن أخذ فلوس أنطل الناس هدايا هل هذا الطيهدية هل هذا الطيهدية كذا أنا يلوموني الناس يقولون سيدنا أنت مطلوب رح أطي طلبك رح أطي دينك وبعدين تعال أنطي تبرعات وأنطي هدايا شو تقولون أحسنتم يعني العقل العقل يقول اللي عليه اللي عليه واجب يأدي الواجب أول بعدين يروح للمستحبات أنت أختي عليك صوم أنت عليك صوم واجب الصوم المستحب شنو معناته الذي في ذمته صوم واجب أولا لا بد أن ينتهي من الواجب وبعد ذلك يذهب إلى المستحب وبعد ذلك يذهب إلى المستحب فأنت صحيح الكلام اللي قالوا لك أنه صومك المستحب ليس في محله لا بد أن تصومي القضاء الذي عليك الأخ السيد محمد سائق يشتغل عن طريق مهران يقول أنا سائق بس بالشهر أربع سفرات عد أربع اسمعوني جيدا أربع سفرات بالشهر هاي الأربع سفرات بالشهر الأخ إذا كان في الواقع اسمعوا جيدا إذا كان مهنته السياقة مهنته السياقة قال أنا سائق فلازم الأخ سيد محمد يصوم ويصلي في تلك السفرات اللي يخرج بيها في سياقته يعني اليوم جاء أطلع المهران أو أطلع البصرة هاي السفر اللي أنا سائق بها لازم أصلي تمام وأصوم إذا كان رمضان أما إذا أنا رحت إلى زيارة من الزيارات أو إلى تسيارة من التسيارات أو إلى سفر من السفرات مو كسائق وإنما مع العائلة أصلي قصر أصلي قصر ليش سيدني سفرتي مع العائلة مو سفرة الشغل أصلي قصر بس سفرة الشغل والسياقة أصلي تمام الجواب لأنك بعنوان سائق أصلي تمام إذا كنت سائقا بعنوان شغلك السياقة أصلي تمام والصوم أما إذا كان لا بعنوان سفرة عائلية علاجية ما أدري كذائية أصلي قصر وإذا كان رمضان هم مصوم لأنك مسافر أما سفراتك العملية جاء كرة هاي مرة ثالثة أما سفراتك العملية اللي تطلع به كعمل وكسائق اصلي بيها صلاة تمام فقط أما غير السفرات ديك صليها شنو قصر نعم